موسيقى حدي عشر المسان بتوقيت العاصمة مشاهدنا لبكم البداية بالعنوين ما يعرف بمجلس الدولة يتعام مجلس النواب المنحل برفض التعاطي مع اتفاق السخرات موسيقى مسؤولنا بريطانية يقولوا ان امن بلاده والاتحاد الاوروبي يعتمد على نجاح المسار السياسي في ليبيا موسيقى أهالي درنا يطالبون بفتح التحقيق في تعرض المدينة للقصف الطيران المصري موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكد ما يعرف بمجلس الدولة أنه لم يطالب بأي تعديلات أساساً وأن مجلس النواب المنحل هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وألحت في طلب تعديله أصدر المجلس بياناً ليلة الاثنين حول موقفه من تعليق مجلس النواب المنحل مشاركته في اجتماعات لجنة الصياغة بتونس جاء فيه أنه على أتم الاستعداد للتعاطي مع الصياغ المكتوبة لمجلس النواب المنحل بإيجابية وتحديد ما يمكن قبوله بشأنها كشف عضو لجنة الحوار عن البرلمان المنحل صالحين عبد النبي أن الوفد الممثل للمجلس يطلب بمقترحات مكتوبة من قبل أعضاء وفد ما يعرف بمجلس الدولة وأكد عبد النبي أنه إذا لم تقدم الثلاثة مقترحات مكتوبة من مجلس الدولة سيقومون بالانسحاب من الحوار ويعودون إلى طبرق مضيفاً أن انسحاب لجنة الحوار من الجلسات في تونس هو بسبب عدم وضوح مطالب مجلس الدولة تجاه ما أسماه الجيش الليبي على حد تعبيره قالت النشطة السياسية حنان شلوف أنه بعد فشل اتفاق سخرات اتضح مدى بعد نظر من رفض الانضمام إلى الاتفاق أو المشاركة فيه على المستوى المحلي والدولي شلوف في اتصال مع التناصح أضافت أن ما يحدث في تونس هو أن مجلس النواب المنحل يريد النقاش حول المدة الثامنة من اتفاق سخرات المغربية وإعادة النظر في تركيبة مجلس الدولة ومما يجعل الالتقاء بين مجلسي النواب المنحل وما يعرف بالعلى للدولة أمرا مستبعدا بالتزامن مع الدول المشبوه الذي تؤديه البعثة الأممية أكد المحلل السياسي محمد فواد أن أعضاء البرلمان المتحولين في تونس يضعون مصالحهم الخاصة فوق مصالح الجميع ولا ينظرون إلى المآسي التي يعاني منها الشعب الليبي أوضح فواد في اتصال مع قناة التناصح أن البرلمان لديه طلبات أهمها فيما يتعلق بالمناصب العسكرية وإعطاء الثقة للحكومة نتم الاتفاق حزمة واحدة مضيفا أن موقف ما يعرف بمجلس الدولة جيد لأنه قدم تنازلات لأجل الخروج من الأزمة بحسب تعبير فواد نشر موقع The Media Line الأمريكي تقريرا لحد يفيد أن بعض الخبراء يعتقدون أن الأزمة السياسية في ليبيا لا يمكن إنهاؤها في المدى القصير وهو ما يؤثر بالفعل سلبيا على الأمن العالمي التقرير أشر إلى أن الأزمة في ليبيا لا تظهر أي علامات على أنها تنحسر مضيفا أنه لم يتم حتى لا تنفيذ أي اتفاق لإنهاء النزاع لذلك يبدو أن الدولة ستبقى غارقة في فترة صعبة للغاية حتى لو جرى التوصل إلى نوع من أنواع التفاهم بحسب ما جاء في التقرير من جانبي قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوديوين سامويل أن ليبيا بلد مهم في شمال إفريقيا والأمن القومي البريطاني والأوروبي اعتمدان على النجاح المسار السياسي فيها ذكرت الخارجية البريطانية للقاء وصفته بالمثمر تم بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التعليم في الحكومة المقترحة حول الإصلاح الاجتماعي وبناء مستقبل أفضل الشباب أربى ألمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريز عن أسفه للتقدم الضعيف في دعم المجتمع الدولي لمالي والنيجر في حربهما ضد الأسلحة والمقاتلين القادمين من ليبيا وجاء في تقرير رفعه جوتريز إلى مجلس الأمن الدولي أمس الأثنين في نيويورك منطقة الساحل الأفريقي قد انزلقت في حلقة مفرغة حيث يؤدي الضعف الإدارة السياسية والأمنية لجانب الفقر المزمن وأثار تغير المناخ إلى إذكاء انعدام الأمن قدم سكرتير المجلس الليبي الأمريكي عماد الدين المنتصر شكوى رسمية إلى الحكومة الأمريكية مطالبا بتحقيق عاجل بخصوص قيام مواطنين أمريكيين بالقيام بجرائم حرب وجرائم مالية في ليبيا بحسب وصفه المنتصر أكد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بتقديم الشكوى ضد مجرم الحرب حفتر وأبنائه مضحا انتهاكاتهم للقوانين الأمريكية مثل قانون الانخراط في مؤسسة عسكرية خارجية وقيامهم بعمليات حربية في دون الأخرى وضد حكومات مسالمة وأضاف المنتصر بأن الشكوى تمثل الخطوة الأولى لعمل أمريكي محلي ضد مرتكبي جرائم الحرب مهيبا بكل المتضررين وذويهم وأقرباء الضحايا بالتعاون مع السلطات الأمريكية تقديم المعلومات والأدلة حتى يتم تحقيق العدالة وإنزالوا القصص تسلمت مديرية أمن زورة مهمة بوابة بكماش الماد إلى راس جدير حيث بشرت فرق الحراسة والمناوبة أعمالها اعتبارا من الثلاثة من خلال رجال الشرطة من مركز شرطة الزوارة ومركز شرطة بكماش أكدت مديرية الأمن أن ستقوم بواجبها على أكمل وجه في خدمة المواطن والمسافر وتنويه في هذا الصدد بأن هناك هاتفا مفتوحا على مدى الساعة للتبليغ عن أي تجاوز قد يحدث أو أي إشكال يتعرض له المسافر شهدت مدينة طرابل الصباح اليوم اشتباكات مصلحة بمنطقة الغرارات أدت لمقتل وإصابة عدد من الأشخاص ونتج عن الاشتباكات توقف الرحلات الجوية بمطار معتيقة وتضرر أملاك المواطنين الخاصة وتشهد المنطقة حاليا هدوءا حذرا وسطى مخاوفا من تجدد هذه الاشتباكات طالب تجمع أهل مدينة درنا وزارة الخارجية ومكتب النائب العام بفتح التحقيق في تعرض المدينة للقصف الجوي المصري الذي استادف المدينة لأول مرة في فبراير 15-2000 ورح ضحيته 13 قتيلا إصابة أكثر من 30 جريحا من بين ابنساء وأطفال بذريعة قتل الأقباط المصريين التي أدارت تحقيقات مكتب النائب العام حدثت في مدينة السرط على يد ما يعرف بتنظيم الدولة وطلب الأهالي بتعويض المتضررين جراء ما خلفه القصف من سقوط قتل وخسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة هذا وقد نظم أهل المدينة وقفات احتجاجية سابقة للمطالبة بالتدخل لوقف القصف المصري الذي لم يتوقف خلال العامين الماضيين عقدت لجنة الطوارئ المكلفة من المجلس المحلي لمدينة درن اجتماعها الأول الاثنين لبحث المشاكل والعراقين التي تواجه المدينة ونقش الاجتماع الحلول التي يمكن من خلال تذلل الصعاب والمختنقات التي تواجه القطاعات المختلفة وتأتي هذه الخطوة بهدف مواجهة الازمات التي تتعرض لها المدينة وتقديم الحلول العجلة للقطاعات قال أحد طلبة الليبيين الموفدين إلى الساحة التركية طاهر بن صالح في اتصال مع التناصح الاثنين أن اعتصام الطلبة الليبيين بالسفرة الليبية الملحقية الثقافية بأنقرة هو استمرار الاعتصامات سابقة لتنصل الرئاسي المقترح من مسؤوليات اتجاه المبعوثين للدراسة على الساحة التركية وعدم وضع حلول شاملة لمشاكلهم الطاهر بن صالح اضاف أن الطلبة يطالبون بتطبيق لائحة الإفاد دون انتقائية وإنهاء معاناة من المستمرة منذ ثمانية أشهر دون المنحة الدراسية التي كفلها لهم القانون وأشار بن صالح إلى أنهم بمعزل عن الصراعات والتجاذبات بين المصرف المركزي ووزارة التعليم في حكومة البعثة الأممية هذا وكان عدد من الطلبة الليبيين المفادين بالساحة التركية قد تظاهروا أمام القنصلية الليبية باسطنبول احتجاجا على سياسة وزير التعليم المفوض بالحكومة المقترحة اشتكى المتظاهرون من سلبية الحكومة وسكوتها على ما أسموه بالفساد لدريل وزير التعليم منددين بالأوضاع المزرية التي يعيشها المفادون وأسرهم في ظل توقف المنح الدراسية والمعيشية وغياب التمن الصحي طلب المحتجون بإقالة وزير التعليم المفوض لعدم كفاءته مؤكدين على تعطيله لمسيرة التعليم داخل الوطن وخارجه على حد تعبيرهم كما اعتصم عدد من الطلبة الليبيين الذين يواصلون دراساتهم العليا في مصر مما سفارة الليبية في القاهرة مطالبين بقالة وزير التعليم المفوض بالحكومة المقترحة وبتدخل وزارة الخارجية المفوضة من أجل إنهاء الانقسام في الملحقية الثقافية أصدرت طلبة المعتصمون بياداً الأثنين طلبوا فيه بالإفراج عن جميع المناح الدراسية المتوقفة وإحالة الرسوم الدراسية ورسوم المناقشة والإفراج عن التمديدات كما طلب الطلبة المعتصمون بالإفراج عن التامين الطبي حتى في أضيق الحدود مثل الحوادث والعمليات والحالات الطريقة نشد عضو المجلس البلدي بسرة المكلف بمتابعة ملف التعليم صالح عيادة رئاسي المقترح ووزارة التعليم ضرورة الإسراع بوضع حلول عجلة للمدارس المتضررة بالمدينة قال عيادة في تصريحات صحفية الأثنين أن عدداً كبيراً من المدارس مدمر وآخر متضرر وتحتاج إلى وقفة جد فيما التام أصحاب المساكن المدمرة بالمدينة حكومة البعثة الأممية بعدم الاهتمام بمعانتهم ذلك بعد أحد عشر شهراً من اتهاء المعارك ضد ما يعرف بتنظيم الدولة قال وزير التعليم المفوض بحكومة البعثة الأممية عثمان عبد الجليل أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه المعلمين المضربين إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه من منع الطلبة من الوصول إلى مقاعد الدراسة على حد تعبيره جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال مؤتمر صحفي مطول عقده مساءل اثنين أسار ضفي الجهود التي بذلتها وزارته حسب قوله نجل تحقيق استجابة نسبية لمطالب المعلمين المضربين عن العمل يشار إلى أن الإضراب العام في قطاع التعليم دخل يومه الثالث في أغلب المدارس في مناطق البلاد المختلفة مراحل بحيث أننا نصل إلى أشياء قد لا تحمد عباها من أي مكان في النهاية هذه مسؤوليتنا ومسؤولية أبنائنا هي بالدرجة الأولى ومسؤولية معلميننا أيضا بالدرجة الثانية ولكن الأبنائنا هم من نحن في هذه الوظيفة من أجل خدمتهم ولم نتركهم إذا لا رأينا أي خطر سيؤثر في مستقبلهم هذه النشرة متواصلة مشاهدين وتتابعون فيها بعد فاصل عائلات جزائرية تتحرع عن مصير أبنائها المهاجرين عبر الساحل الليبي ترجمة نانسي قنقر تتفكروا لما وصلت حكومة السراج كان وقتها الدولار ب3 دينار و80 جرش أزمة السيولة في بدايتها والدحي كان ب7 دينار لكن هالبناس كانوا يعانوا من الوضع وقالوا لابد من حل في نفس اليوم طلع المفتي وذكرنا بملاحظات دار الإفتاء على الاتفاق السياسي وقال ما فيش مشكلة مع الحكومة لو كان الاتفاق في مصلحة البلاد أرجو أن يرجعوا إلى رجدهم وأن ينظروا في هذه الملاحظات التي أبدأها العلماء وعندها نحن معهم نحن نتقدمهم نتقدم الصفوف نحن لسنا ضدهم ولسنا إعداء لهم بل معهم ولكننا مع الوطن لا نحب أن نبيع الوطن ولا نحب أن نخذه للوطن لكن الحكومة بقت أمر واقع واستلمت مؤسسات الدولة وبدت تخدم والعالم كل اعترف بها وتوى بعد أكثر من عام ونص تعرفوا شنصار الاتفاق اللي وقع عليه ما صار منا شيء الدولار فوق 8 دينار والأسعار نار والسيولة متأزمة والخدمات غير صحيح الحاصل لا سمعوا كلام دار الإفتاء ولا صار من الاتفاق ولا حلوا مشاكل المواطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كأن عائلات من الجزائر تتحرى حول حقيقة اختفاء ثلاثة من أبنائها سافروا مهاجرين غير شرعيين من الشواطي الليبية على متن زبارق مططية قبل ما يزيدوا على الأسبوعين في محاولة لبلوغ سواحل إيطاليا وحسب ما وضحت جريدة المحور اليومي الجزائرية الثلاثة فإن الشباب الثلاثة غرقوا في حادث انقلاب زورق مططي كان يقل عددا من المهاجرين غير الشرعيين وأن عائلات الشباب تلقت معلومات شبه رسمية عن وفاتهم يشار لأن اختفاء المهاجرين الجزائريين جاء مع انتعاش موسم الهجرة انطلاقا من السواحل الليبية حيث رحلت السلطات في طرابلوس واخر السبتمبر الماضي أحد عشر جزائريا كانوا محتجزين بأحد مراكز مكافحة الهجرة قال رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز خالد بن عثمان أن خسائر قطاع النفط الناجي مع اناغلاق الحقول بلغت 180 مليار دولار بن عثمان في تصريحات حذرة من زيادة هذه الخسائر عند إضافة كلفة صيانة الحقول النفطية التي تعرضت للانتهاكات والعبث حسب قوله تاعيا الليبيين إلى المحافظة على ثروة من نفطية مطالبا مؤسسة النفط بإدخال الشركات الليبية إلى الخدمات النفطية ومشاركتها للشركة الأجنبي أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المقترحة على اثنين عن عزم البنك الدولي تقديم مساعدات وصيانة بعض المرافق الطبية في ليبيا أفادت الوزارة في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن المساعدات جاءت بناء على اتفاق وزير الصحة ومندوب عن البنك الدولي في وقت سابق مضحة أن المساعدات تتمثل في بعض الأدوية والتكفل بصيانة بسيطة ومستعجلة للمرافق الصحية في مدينة يسرت وبنغازي إضافة إلى تسيير قوافلة طبية للمناطق النائية هذا وكان الصليب الأحمر الدولي قد أرسل مساعدات إنسانية لسكان الحي السكني الرابع وحي الرباط في مدينة سرت ذلك بالتعاون مع المنطقة العسكرية الميدانية والهلال الأحمر في مصر وقالت نطق باسم المجلس البلدي في تصريحات صحفية ثلاثة المساعدات تمثلت بقيمة 500 دينار في شكل مفروشات ومواد غدائية ومواد تنظيف أضافت التوزيع تمع طريق قوائم العائلات المقيمة في المناطق المستهدفة بمعرفة غرفة العمليات العسكرية كشفت نتائج تحليل أجراء مختبر المعمل المتقدم للتحليل الكيميائية بتجرى عينات المياه التي تباع في عبوات بلاستيكية مضحن أسماء العبوات الخلية من أي نمو للبكتيريا ونشر المجلس البلدي في صفحة رسمية على موقع فيسبوك أسماء العبوات الصالحة للاستعلاك البشري المعتمدة من المختبر وهي الصافية والمنهل وعافية والنبع الصافي والصفاء والرويال والنبع الشافي مضحن أنه سيتم إجراء التحليل كل ستة أشهر لتجديد الصلاحية أقيم الأثنين بقاعة الاجتماعات بإدارة الخدمات الصحية طرابلس اجتماع ضم مسؤولا ملف الصحة بالمجلس مدير مكتب التفتيش والمتابعة طرابلس وذلك لمناقشة تفعيل دور التفتيش على القطاع الصحي بالبلدية تطرق الاجتماع إلى تفتيش ومتابعة المصحات الوائية والعيادات الطبية مراكز العلاج الطبيعي مراكز الحجامة التأكد من سلامة الخدمات الطبية المقدمة سرايان الترخيص مناقشة التسعير حتى تكون مقبولة وموحدة يرعى فيها الضرف الراهن للمواطن اجتمع الاثنين بمقرر شركة البريغا بطرابلس كل من عميد بلدية الخمس ورئيس لجنة الإدارة بشركة البريغا المهندس المكلف بمتابعة مشروع إنشاء مستودع الخمس حيث تنول الاجتماع عرض مراحل تنفيذ مشروع مستودع الخمس للمشتقات النفطية والذي سينفذ في نطاق بلدية الخمس وتم الاتفاق على سرعة استفايل إجراءات لازمة من الجهات التابعة للمجلس البلدي الخمس وسيتم بعدها توجيه دعوة لشركة البريغا لحضور اجتماع مع المجلس البلدي وقد الاثنين بديوان المجلس البلدي سوق الجمعة اجتماع انضم كل من عميد البلدية ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الدوان مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة ترابلس وتنول الاجتماع ظاهرة التكدس والتركم القمامة نجل إيجاد الحلول للأزمات التي تعاني وتمر بها الشركات المساندة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية الكفيلة بالشروع في إنشاء مكب خاص لبلدية يسوق الجمعة وعين زراء وهذه جولة مع أخبار البلديات نتابع اجتمع الأحد بمقر المجلس البلدي كل من عميد بلدية الزاوية الجنوب ومدير مكتب مراقبة التعليم بالبلدية وكذلك مدراء المدارس داخل نطاق البلدية وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من المرفات المهمة وكيفية معالجتها كما نوقش موضوع الاعتصام القائم من المعلمين وأسبابه وضرورة الوصول إلى حل يرد الجميع بدءا من هيئة التدريس إلى أولياء الأمور قامت شركة الخدمات العامة بتجراء السبت بالسيانة وترصيف الطريق الساحلي بمنطقة الفوار بعد أن كان متضررا بشكل واضح ومسببا في عرقلة السير وأشرف على عملية الصيانة المجلس البلدي بالتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة وبعض الشباب المتطوع قام مكتب الصحة بعينزارة بمتابعة حملة تطعيمات المدارس عن طريق منصقة الصحة المدرسية بمكتب الشؤون الصحية بعينزارة بلدية عينزارة على صفحتها الرسمية أوضحت أن الحملة استمرت الأسبوع الماضية وساهمت فيها المراكز الصحية داخل البلدية وهي خلة الفرجان الحي الجامعي البدري أي القرغني وعشرين أغسطس انطلقت بيزليتن الأسبوع الماضي دورة تدريبية لعناصر قوة حماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية التابعة لأركان حرس الحدود والأهداف الحيوية الاستراتيجية والتي تتبع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وبحسب تصريحات المسؤولين على التدريب فإن عدد المتدربين يبلغ أربعمائة متدرب يقوم بتدريبهم إثنى عشر معلمة وتنتهي الدورة أواخر شهر ديسمبر من هذا العام أرسل عميد بلدية زليتن خطابا إلى وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بالحكومة المقترحة بشأن تحديد وزن وتسعيرة جبرية لبيع رغيف الخبز وتضمن الخطاب توضيحا بشأن مادة الدقيق المستورد بسعر الصرف الرسمي للدينار الليبي أو خضوعه للتسعيرة غير الجبرية وفقا لنص المادة رقم ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسين من القانون رقم ثلاثة وعشرين لسنة ألفين وعشرة بشأن النشاط التجاري قدم المجلس البلدي بزليتن دعما لصالح مستشفى نعيمة للحوادث يتضمن مكيفات الهواء وأثاثا مكتبيا بقيمة تقدر بأربعة وثلاثين ألفا وتسعمائة دينار وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي على الفيسبوك فإن هذا الدعم يأتي في إطار دعم المرافق والخدمات الصحية بالبلدية بدأت صباح الاثنين عملية توزيع الحقائب المدرسية على تلاميذ المدارس ببلدية سيرت البلدية على صفحتها الرسمية أوضحت أن عمليات التوزيع ستتوالى على باقي المدارس بالبلدية تباعة منوهة بأنه لكي يستلم كل طالب الحقيبة والزية المدرسية كاملة فإن التوزيع المبدئي سيكون للحقيبة المدرسية والقرطصية أما الملابس فستكون الأسبوع المقبل نفى مدير مكتب أثار سيرت عبد العظيم حافظ ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة تمثالي الأخوين فيليني وقطع أثرية أخرى من منطقة سلطان الواقعة على بعد ستين كيلو مترا شرق مدينة سيرت وقال حافظ يوم الأحد إن جميع القطع الأثرية محفوظة في مكان آمن وبعلم مصلحة الآثار الليبية ومنظمة اليونيسكو خوفا عليها من السرقة والتخريب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد اتفق المجلس البلدي لطبرق مع أحد المواطنين على شراء قطعة أرض جنوب المدينة لاستخدامها كمكب للقمامة بديلا عن مكب العودة السابق الذي أغلق قبل ثلاثة وعشرين يوما من قبل مواطنين محتجين ووفق الاتفاق المبدئي الذي وقعه عميد بلدية طبرق الناجي مازق مع صاحب قطعة الأرض المواطن سلطان عبد الكريم لامين فإن الأخير وافق على منح البلدية قطعة أرض تخصص لمكب القمامة بطبرق وتقدر مساحتها بحوالي مئة ألف متر مربع أعلنت اللجنة الفرعية للعلاج بترهونة عن استمرار قبول ملفات الحالات المرضية في جراحة القلب والعظام وجراحة المخ والأورام وأوضحت البلدية عبر صفحتها على الفيسبوك أن استقبال الملفات سيبدأ يوم الأربعاء بمقر اللجنة بمستشفى ترهونة العام انطلق صباح الاثنين بكلية الطب البشري بجامعة الزيتونة بمدينة ترهونة المؤتمر الأول للتعريف بكلية الطب البشري والعلوم الصحية وحضر افتتاح المؤتمر كل من الكاتب العام لجامعة الزيتونة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأقيم على هامش المؤتمر حملة توعوية للوقاية من سرطان الثد طالب مواطنون محتجون في مدينة بني وليد برفع قيمة السحب المصرفي في المدينة والتي يصل سقف السحب النقدي فيها إلى سبعمائة دينار تأتي المطالبة في الوقت الذي تسلمت فيه مصارف بني وليد السيولة النقضية من المصرف المركزي في طرابلس وقيمة السحب المصرفي محددة بمائتي دينار فقط شرعة حملة أطلق داعمونا للتمديد للفترة الرئاسية لزعيم الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي في التحشيد من أجل التوقيع على استمارات تطلب بانتخاب السيسي لفترة رئاسية ثانية انطلقت الحملة في محافظات مصر وجامعاتها لجانب القطاعين العام والخاص لليوم الثاني على التوالي بحسب صحيفة الوطن فإن الحملة وزعت الاستمارات الخاصة بها في جميع مراكز محافظة المينيا من المقرر أن يكون الحد الأدنى من التوقيعات في المرحلة الأولى جمع تسعين ألف استمارة وقعة من المواطنين بالمحافظة وصف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم الثلاثة سيطرة الحكومة المركزية العراقية على مدينة كاركوك مجددا بالتطور الإيجابي يلدرم في خطاب بمقر البرلمان التركي يوضح أنه لا بد من تطبيق نمط نداري يعمل على تسيس البنية الديمغرافية للمدينة التي عمل على تخريبها ذلك بشكل يتناسب مع العمق التاريخي للمنطقة كانت القوات العراقية في وقت سابق قد دخلت مبنى محافظة كاركوك دون قتال مع قوات البشمرقة الكردية ومر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برفع العالم العراقي في المناطق المتنازع عليها وكانت تقارير أفادت بوقوع اشتباكات بين القوات العراقية ومقتل قوات البشمرقة جنوب كاركوك لأن التلفزيون العراقي أورد أن تقدم الجيش تم دون قتال تجددت الاشتباكات بينما يعرف بتنظيم الدولة وطالبان وعدت إلى مقتل أحد عشر مسلحا من الطرفين في ولاية جوزغان شمال أفغانستان جاء ذلك وفق تصريحات للمتحدث عن ولاية جوزغان محمد رضا غفوري الذي أوضح أن الاشتباكات وقعت بين التنظيمين في منطقتين هتايساي وجرساي مشيرا إلى أن خمسة من مسلحين يعرف بتنظيم الدولة قتلوا وأصيب منهم ثمانية على الأقل بينما قتل ستة من عنصر حركة طالبان وأصيب سبعة آخرون في الاشتباكات أجم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوان هولاند الثلاثة في أول كلمة يلقيها حول موضع الساعة الجين السياسية منذ خروجه من قصر الإلزي سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدا الفوضى التي تعم البيت الأبيض هولاند ماما المنتدى العالمي لمجتمع المعرفة في سيول ندد بما أصفه بالخطأ المزدوجة الذي ارتكب ترامب قائلا أن قرر ترامب بعدما التأكيد على الاتفاق النووي الإيراني مطالبة الكونغرس بتشديد العقوبات وخطأ المزدوجة يدل على جهل لغاية المفاوضات نفسها وهذه جولة مع توقعات درجات الحرارة اليوم الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وختم نشرات تذكير بأبرز ما ورد فيها ما يعرف بمجلس الدولة يتعم مجلس النواب المنحل برفض التعاطي مع اتفاق السخرات مسؤولنا البريطانية يقولون أن أمن بلادي والاتحاد الأوروبي يعتمد على نجاح المسار السياسي في ليبيا أهالي درنا يطالبون بفتح التحقيق في تعرض المدينة لقصف الطيران المصري وتابعتم أيضا عائلات جزائرية تتحرع مصير أبنائها الماجرين عبر الساحل الليبي هذا النشر انتهت مشاهدين أتمنى لكم ليلة طيبة في أمان الله